اشتركوا في القناة طريقة استخدام أثاث الفانومي في تنفيذ العديد من الأوامر في برنامج سكتشوب اللي من استطيعوش أن نحن نقوم بتنفيذها إلا من خلال هذا الأمر بداية وقبل أن نبدأ أحبائي كرام فعليكم الاشتراك في القناة إذا لم تشترك ففعيل زر الجرس وإعجاب بالفيديو ليصلكم جديد فيديوهاتنا التعليمية من شيء الله تعالى بداية نبدو في درسنا اليوم أحبائينا الكرام فأي شكل معين تبقي تحتاج أنك تصمى ولا تستطيع ذلك من خلال هذه الأداء البداية نحن إذا أردنا تنفيذ أو تشكيل الشكل معين أولا نحن نقوم باستيراد الصورة متاعها إذا كان قمت بتحميلها من الإنترنت نختار أمر import أو استيراد وبالتالي نذهب إلى المكان الذي حملنا فيه الصور مثل الأولى القبة والأشكال هذه وغيرها من الأشكال الأخرى حسب ما أنت تحتاج أخي كريم فلو اخترنا مثلا هذا الشكل صورة مبنى مهدود في مدينة مصراثة نختار أو ما تطلع معنا الصورة نحدد نقطة لاتكاز عليها ترتكز عليها الصورة ثم نكبر حسبس الحجم الذي نحتاجه ومهمش في الحالة هذه المقاس وانما نحن نقوم بتصميم الشكل الذي لا نستطيع نصموه في الحالة العادية إلا بصعوبها بدون أمر الفنوية إذا بعد قمنا بتحميل الصورة نقوم برسم نصف الشكل الذي نحتاجه لن نصموه الشكل ترجمة نانسي قنقى اشتركوا في القناة 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 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا شكرا